نارضة مارس الكولر في مران الاهلي ايضاً تكلم مع مساديه وقال لهم انه برونو سافيو ممكن ياخد فرصة في المباراتين القادمتين بالدوري قبل مبارات نهائي دوري ابطال افريقيا هو قال لهم انه هو شايف انه بيتمرن كويس وانه بيشتغل كويس الفترة اللي فاتت ومنطق العدالة اللي بيباشي بيها مارس الكولر شايف انه برونو سافيو ممكن ياخد بعض الوقات في المباراتين الفترة القادمة لما سألوه على ايمن اشرف قالوهم ان ايمن اشرف صفحته مقفولة مش هيلحب من الاخر يعني موضوع بتاع ايمن اشرف عكس برونو سافيو شايف حسين ممكن ياخد فرص في المبارات القادمة طيب النادي الاهلي كمان كان مارس الكولر طلب من النادي الاهلي جهاز جهاز تطوير المهاجمين عارفين انتوا الاجهزة الحديثة اللي بتبقى في التدريبات دلوقتي بقيت كثيرة وكثيرة يعني فيها جهازة للحراس فيها جهازة لربات التماس فيها جهازة للضربات السبتة فيها جهازة للكلات العرضية هو طلب منهم جهاز معين للمهاجمين للمهاجمين الجهاز دوت النادي الاهلي وعدوا بيه وقال لوله انه هيبقى موجود في النادي فقارة بوقت وقال لوله ان التأخير كان بسبب انهاء بعض الاوراق الخاصة بالجهاز في الجمالك كل الجهاز على وشك انه يخش معاك في التدريبات غير الفترة اللي جاية رجل متطور رجل فاهم رجل عارف انت لما تبص نهار ده كنت بتفرج على شوية فيديوهات كده لتدريبات عندها في اوروبا تحديدا كنت بتفرج على ريال مدريد كمية الاجهزة اللي في الملعب غريبة كتيرة كثيرة الموضوع بقى فيه تكنولوجي اكتر منه واحد بيحدف الكرة للتاني واحد برجله يبصيها للتاني لا الموضوع بقى متطور اكتر من كده في علاقة ازاي بسرعة تلمس الكرة يبقى عندك تركيز فيه فيه تفاصيل كثيرة واحاول ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل اعمل حلقة فيما يخص هذه الاجهزة والتطور اللي حصل فيه التدريبات في فرق الكرة في العالم كله واللي بدأ يتنده في مصر زي النادي الاهلي يستخدم الاجهزة دي طيب اشتركوا في القناة